اليوم وصفتنا راح تكون مكمور البتنجان او البيتنجان المكمور طبعا من الوصفات السهلة وبسيطة وسريعة التحضير واللي كبرنا وتربينا عليها بداية اكيد عندي المكون الاساسي والرئيسي هو البتنجان حبتين من البتنجان بحجم متوسط راح اتخلص عندي بداية من القمع الاخضر وبالنسبة للقشور تخلص منه بشكل كامل انا راح احززه فقط عندي بهالشكل وطبعا بامكانكم تستخدم البتنجان لصغير البيبي ما في عندكم اي مشكلة وبالنسبة لطريقة التقطيع برضو مثل ما بتكم البعض بيحب يقطعها بشكل شرحات ولكن انا باخدها بشكل كيوبس ونوعا ما يكون عندي حجمها كبير لانه البتنجان معروف بيدوب عندي ولكن دا احتفظ بشوية قوام نوعا ما للبتنجان هيك البتنجان صار معاي جاهز بعد ما قطعت عندي البتنجان راح انقع عندي بمحلول ملحي بماء مغمور راح اضيف عندي مقدار اثنين ملق كبيرة من الملح طبعا هذا المحلول بيمنع عندي البتنجان يتشرب الزيت اثناء القلي واكيد في حال ما حبيتو تحضروا المحلول الملحي ما في عندكم اي مشكلة بمصفاي تحطوا البتنجان وبتملحوه وبتتركوه ينزل ميتو بعد هيك بدي انزل عندي بقطع البتنجان وبدي اتركهم عندي بدرجة حرارة المطبخ لمدة خمس دقائق بعد هيك راح اصف فيهم وانا شوفهم كثير منيح من المي بزيد غزير محمى مسبقا نار قويا نسمي بسم الله وننزل عنها بحبات البتنجان طبعا بامكانكم لو عندكم الاري فرير او حتى داخل الفرن تشوهم شوي بدهنة زيت زيتون بامكانكم راح اضيف عندي البتنجان بهالشكل واتركهم على نار قوية حتى يستوم هاي مجرد عندي البتنجان ما اخد هاللون بدي اطلع فيهم من الزيت وبمصفاي حتى اتخلص من فائض الزيت بمقلاة محمى مسبقا راح اضيف عندي زيت زيتون واكرموا بزيت الزيتون لانه هالاكل بتحب الزيت عليهم راح اضيف البصل المفروم ناعم سمي بسم الله بالاضافة لتوم المهروس وهدول بدي اعطيهم تقليبي مع بعضهم طبعا معروف عن اكلنا العربي بسيط جدا بنكهاته بالبصل والتوم وهالتوابل يلي غير شكل راح اعطيهم تقليبي مع بعضهم حتى يتذبل عندي البصل مجرد ما تذبل عندي البصل عندي مختار ست حبات من البندورة طبعا انا قشرتهم وقطعتهم كيوبس بهالشكل وبدأ اطبخ عندي البندورة حتى تستوي بدي اتبل عندي البندورة بملاقة صغيرة من الملح بالاضافة لنص ملاقة صغيرة من الفلفل الاسود طبعا لو بتحبوا لأكل حارة اكيد بيمكنكم اضيفوا الفلفل الحار تقليبة بسيطة بهالشكل حتى يتوزع عندي الملح والفلفل منيح بعد هيك راح اضيف عندي البتنجان فقط تقليبة سريعة وبدأ اغطيها وبس بدي اتركها خمس دقائق وراح انهي عندي هالطباق بحبة من الفلفلة حبة من التشيري ورشها من البكدونس اللي فريش وهيك وصفتي صارت جاهزة حتى اطلع فيها على النار اقدمها انا بالنسبة لي هالاطباق او هالوصفات البسيطة في حال ان شالت من القلاي حرفيا راح اتيبتها وراح اتنكهتها وهيك وصفتي راح اقدمها وراح اكلها معكم مثل ما بحضرها عندي بالبيت نسمي بسم الله ونجرب وصفتنا مع بعضنا مع الخبز الطازة اكيد هالوصفة راح تحبوها واكيد كتير منكم يتربوا وكبروا عليها شاركوها مع حبابكم وان شالله بألف عافية عليكم يا رب